3 كوارث و 3 مصائب لو انت بتعملهم انا واصق 100% من غير ما بص على حياتك ان هي مدمرة اول حاجة من التلات حاجات ان انت بتعطي للاخرين احتياجاتهم وانت في اشد الحاجة لاحتياجاتك انت الشخصية وانا عندي مقولة قلتها في كتاب قوانين التسخير ان افضل شيء ممكن تعمله للفقير انك ما تكونش فقير زيه مبدئيا لو بتعطي من طقتك بتعطي من جهدك بتعطي من عاطفتك بتعطي من عملك شيء انت في اشد الاحتياج لي دلوقتي يبقى لازم تحضر لان بيحصل عندك استنزاف الطاقة والناس اللي انت بتعطيهم دول هيحصل عندهم نموذج عكسي هيخليهم يتحولوا من اشخاص مسالمين لاشخاص سارقي الطاقة هيسرعوا طاقتك فهتلاقي ان انت عندك كسل مستمر هتلاقي ان انت عندك عدم رغبة في المشاركة الفعل اي شيء شايف كل حاجة سودة قدامك حتى لو كنت تملك حاجات كتير يعني ممكن جانب عاطفي واحد في علاقة مع حد بتعطي اشياء انت في اشد الاحتياج لها يعني بتعطي امان وانت في اشد الاحتياج للامان بتعطي الثقة وانت في اشد الاحتياج للثقة بتعطي اشياء جميلة وانت في اشد الاحتياج للاشياء الجميلة وما بتلاقيهاش من الطرف التاني فبالتالي بيحصل عندك نموذج رجعي اسمه استنزاف طاقي ذاتي فبالتالي انت بتدمر نفسك هتلاقي كل الجوانب الاخرى حتى منهم الجانب الروحاني انت بتقول انا والله بعبد ربنا وبخشع جدا في الصلاة واعرف ربنا كويس ولكنك ما بتديش حق العبادة ليه لان في جانب معين ممكن يكون جانب عاطفي بخلي مزاجك وغزالتك مشرقة فدايما حاسس ان الصلاة ما بتجيبش معاك نتيجة في تغيير مزاجك فبالتالي لازم تنظر ايه الجوانب اللي بتاخد منطقتك وانت في اشد الاحتياج لها يا عم كملها انت في نفسك وبعد كده اعطل الاخرين لكن لو مش كاملة عندك مستحيل تكون انت فقير وتساعد فقير لانه هو طبعا محتاج للشيء اللي انت بتدهوله وانت فقير وانا قلت في قوانين التسخير في المقدمة بالبنط العريض مقولة بتقول ان افضل خدمة ممكن تقدمها للفقير هو انك ما تكونش فقير زيه لانك لو فقير زيه مستحيل انك تستطيع مساعدته لكن لو انت حاسس بالغنى وعندك وفرة هتقدر تساعد الفقير النقطة التانية من الكوارس التلاتة اللي مش لازم تعملها ابدا ابدا انك تكلم نفسك بكلام سلبي طول النهار وليه لقعد تقول انا فاشي انا غبي مشكلة اني ذكرت ضعيفة مشكلة اني طيب ايه ده هي دي سلبية اه بتتحسب من ضمن السلبيات ليه لاني لما تقول مشكلة اني طيب معناها اني فيه نموذج اخر رجعي بيقول ان انت بتستغل من تجاه الاخرين او تجاه الاخرين او الاخرين بيستغلك فبالتالي بتقول انا طيب علشان كده الناس بتستغليني انا طيب علشان الناس كده بتيجي علي انا طيب علشان كده باخد على راسي فده نموذج رجعي فيه استنزاف للطاقة فالنقطة التانية اوعد كلم نفسك بكلام سلبي لان الكلمات بتتحول بعد ذلك الى افعال ثم تكرر هذه الافعال تصبح عادة فتبقى عادتك ان انت شخص فاشل او شخص ذكرتك ضعيفة او شخص طيب كما تظن ان الطيبة هي استغلال الاخرين ليك والنقطة التالتة ودي مهمة جدا 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 اوعى في حياتك تنظر الى النعمة اللي موجودة في حياة الاخرين ما تقارنش نفسك بحد ابدا ما تقولش اش معنى هو ما تقولش ليه وقت تأخر نجاح تأخر ما تفضلش تبص في حياة الناس لانك هتفقد حياتك وهتبقى مغموم كل ما تبص الشخص ده نجح وانا لقى ليه شوفي الاسباب انت اللي اثرت عليك وخلت فيه اثر راجعي من استنزاف الطاقة خلاك لسه مكانك والشخص عمال يتطور ممكن تنظر ليه نظرة ايجابية تقارن نفسك بمقارنة ايجابية هو وصل لده انا استطيع الوصول اليها لو مشيت على نفس الخط ونفس الطريق وقدر لنا ارتفع عن ذلك كمان فبالتالي اوعى تبص في حياة الناس اوعى تحسد اوعى تنتقد شيء عجبك من جواك ولكن بتنتقد علشان تقلل من قيمة الشيء ده عند الاخر فتخلي يشعر بطاقة سلبية فيفقد قيمة الشيء تجاه نفسه فيقول والله الشخص ده شاف الشيء ده وحش اه يبقى هو وحش فهتاخد عقاب قبل ما يكون العقاب ده من الله سبحانه وتعالى وطبعا الله سبحانه وتعالى بصير بالعباد كده كده هتاخد عقابك ولكن عقاب الذات لنفسها هتبقى بزلي دائما المقارنة هتخليك تلوم نفسك هو انا ليه كده هو انا ليه ما عملتش زيه فاللوم بييجي من المقارنة بعدها جلد الذات تبدأ تجلد نفسك بقى تفتكر الماضي بتاعك يا مش لو كنت بدأت من خمس سنين كان زماني احسن من الشخص ده هل انت بتقولها بشكل ايجابي ولا بتحسد الشخص ده وبتبص في رزقه ولا بتبص في حياته سواء الشخص ده بيفعل امور ايجابية او امور سلبية لا تنظر الى الاخر وتقرن نفسك به ادعيله ربنا يرزقه ربنا يوفقه ربنا يزيده او ربنا يهديه ربنا يبعده عن الضلال ربنا يبعده عن الطريق الوحش وتشكر النعمة البسيطة اللي موجودة عندك ربنا بيقول سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لا زيدنكم على فكرة دي معادلة بسيطة جدا لو عملتها حياتك هتنور ولئن شكرتم لا زيدنكم اشكر ربنا يزيدك في الشيء اللي شكرت لأجله اشكر لصحيتك شكرا يا رب على الصحة ربنا يزيدها شكرا رب على المال حتى لو بسيط ربنا يزيده شكرا رب على العمل اللي أنا فيه ربنا يزيده لك وقوع تنسى فضل حد عليك والفضل من الله سبحانه وتعالى الأول والآخر ويرجع عليه كل الفضل ولكن لما شخص يعمل معاك حاجة كويسة شيله فوق راسك ما تقللش من قمة الشيء اللي بيقدمه لك حتى لو كان بسيط لأنه يستحقه كل الخير لأنه ما نظرش النفسه ونظر ليك نظرة إيجابية اللي هو أنت أصلا مش بصص لنفسك بيها فهو قدرك وإحترمك وعملك شيء اشكره وشيله فوق راسك أوعى تنكر جميل لأن اللي بينكر جميل واللي ما بيصنش العيش والملح خسيس مش عايزك تكون كن قرفت التلك كوارس وخدت النصيحة الأخيرة طبقها بقى فعلا لو الفيديو ده أثر فيك وجاب نتيجة معاك إيجابية مش نتيجة عكسية سلبية شاركوا مع غيرك ممكن والله العظيم تفيد حد تاني أشكركم شكرا جزيلا محمد مصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته